السلام عليك ويلا اقول لك بقى على شوية نصاي حينفعوك في مطبخك مع الاكل بتاعك اول حاجة الفكرة الاول هنجيب البدنجان الرومي لما نجي نقليها عشان اي حاجة تزيد منه هنجيب نص لامونة وهندعك البوائي كلها تفضل معك الاطور فترة في التلاجة ومش هيساود معك خالص تاني فكرة الفكرة التانية عشان مشربش معك اي زيت هنجيبه قدقيه وهنقلب في دي قبل ما ننزل في الزيت الفكرة التالتة ده شكله كده بعد معناها بالزيت مشربش الزيت خالص الفكرة التالتة هنا حشان البطاطس تقرمش معاك الاطول وقت هنحط عليه معلقة من النشا قبل ما نقلي البطاطس والبدنجان وكمان الفلفل هنرش على شوية من الملح حشان ده هيساعدنا اني كمان ما يترتش معنا في الزيت خالص ولا يبهد المعنى البتاجاز الفكرة الرابعة البتنجان العروس لما هنقوروا على طول هنحط في مياه حتى لو مش حابة تعمليه النهاردة ممكن تعمليه بكرة برد سبيف المياه في التلاجة هيبقى بالشكل ده الفكرة الخامسة عشان ناخد البصل بتاع الكشر يقرمش لافضل وقت هنحط عليه معلقة تمت دي هيبقى بالشكل ده ما تنسوش بقى الاشتراك واستنين نتالي في نصائح جديدة ترجمة نانسي قنقر